تغير الزمن والعالم فتغيرت موازين القوة صناعة الطائرات لم تعد حكراً بعد الآن على الغرب أو أوروبا أمام هيجان العقول العربية يوماً بعد يوم يثبت المغرب العربي وجوده مقتحماً كافة تصنيفات الصناعة العالمية كيف لا وتونس تتصدر المشهد العربي لصناعة الطائرات بإنجاز تاريخي لم يسبقها فيه أحد من العرب كونها أول من صنع طائرة بدون طيار في عام 1997 وإن كان المغرب الأول إفريقياً في صناعة الطائرات فالبلاد التونسية تتقدم بخطى ثابتة وعيناها على الصدارة بشركة تونسية عربية محلية اجتاحت الأسواق الأوروبية والأمريكية بقيادة التوأمان كامل مؤسسة شركة أفيوناف مفخرة تونس الأولى من نوعها بدأت القصة عقب نهاية الثورة التونسية ولا تزال مستمرة حتى اليوم طموح كبير نحو المنافسة الدولية واكتساح المراتب الأولى قطاع صناعة الطائرات بتونس مستقبل زاهر بأياد عربية خالصة فما هو سر هذا النجاح؟ وإلى أي حد سيتميز التونسيون في هذه الصناعة؟ هذا ما سنكتشفه فابقوا معنا وطبعاً كالعادة نذكركم بالاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس تعتبر صناعة الطائرات واحدة من القطاعات المتطورة والمتجددة وذات التكلفة العالية جداً لكنها تمثل أيضاً قطاعاً حيوياً للغاية خصوصاً أن مكاسبها المادية طائلة ويرجح أن هذا ما جذب بشدة اهتمام الأخوين التوأمين كامل لدخول هذا السباق من خلال شركتهم أفيوناف المتمركزة بوراية سوس الساحلية والأولى من نوعها على مستوى البلاد التونسية هذه الشركة المحلية هي مثال يحتذى به للحكمة القائلة عندما تخدم شغفك تنتقل الكفاءة تدريجياً وتصبح عادة إذ إنها تجمع بين تقنيين ومهندسين استمد شغفهم من الأخوين المؤسسين فريد وفؤاد كامل المهندسان التونسيان اللذان عشق عالم الطائرات منذ طفولتهمه وهو ما يبدو منطقياً جداً كونهما عاش في كنف أب عمل طياراً بالجيش التونسي بيد أنهما رغم ذلك قد اختار في البداية مصاراً دراسياً مغيراً انقسم بين التخصص في الأنظمة المعلوماتية والذكاء الصناعي لاحقاً وبينما كان قد عزم فؤاد على الذهاب خارج أرض الوطن لخوض تجربة العمل قرر شقيقه التوأم فريد كامل استعادة بريق حلمه عبر دراسة الطيران في باريس ثم ومع مرور بضع سنوات قرر كلاهما العودة لتونس بغية مواصلة حلم الطفولة من خلال تأسيس شركة أوكسجان أيغونيتيك أو فيما معناه أوكسجان للملاحة الجوية إلا أن محاولتهم الأولى لتصنيع أول طائرة لهم ولهذه الشركة قد باءت بالفشل نتيجة لعدة عراقيل إدارية عطلت بالتبعية من تقدمهما وحالت دون نجاح المشروع لكن الحفظ قد ابتسم أخيراً لهم في سنة 2014 ليؤسس شركتهم الحالية آفيوناف ذلك حينما وجد عرضاً لا يرفض لشراء شركة إيطالية مقيمة بتونس بحيث أنهم استثمر مدخراتهما وتداين المال لأجلها كونها كانت مختصة في صنع الطائرات الصغيرة لكن لا تحسبن أن بوابة النجاح قد فتحت بعد لكل من فؤاد وفريد كامل إذ إنهما اضطر لطرق أبواب المستثمرين لإقناعهم بتمويل انطلاقة الشركة وهو ما كان لهما بعد أن نجح في تحصيل مبلغ قارب 2.15 مليون دولار سمح لهم بالارتقاء بالشركة وجعلها عصرية أكثر لتتوافق مع المعايير الصناعية الدولية مما ساهم لاحقاً مع بداية سنة 2016 في بيع ما يصل لثمانية وثلاثين طائرة وهو ما يمثل علامة فارقة كأرقام مبيعات قياساً على عمر شركة آفيوناف التي تميزت بأسعارها التنافسية التي لا تتعدى في الغالب مبلغ 140 ألف يورو ثم ودون ذلك فقد استفادت الشركة أيضاً من انخفاض تكلفة اليد العاملة ومهارة خريج الجامعات التونسية الذين تمكنوا من تصميم وصناعة وتركيب كل أجزاء الطائرة ما عدا محركها المستورة إلا أن ما قد يكون حقاً أبرز ما ساعد على رفع ثقة الحرفاء والترويج لجودة المنتج هو حصن تطبيق الشقيقين كامل للمعايير العالمية فيما يصنعانه من طائرات خاصة في ذل الشهائد المسندة من هيئة الطيران الاتحادية بالولايات المتحدة ولربما يتضح ذلك في جنسيات المشترين لطائرات أفيوناف المتوزعين على كل قارات العالم من خلال عدة دول مثل تونس والبرازيل والسعودية وأستراليا وفرنسا وحتى أمريكا حيث اختار هؤلاء التعويل على المهندسين فؤاد وفريد لسد حاجيتهم المختلفة فمنهم من طلبها مثلا لأغراض عملية سواء فلاحية أو تجارية ومنهم من أرادها للترفيه وبالوقت الذي نجحت فيه الشركة أيضا في استقطاب كبرى الشركات العالمية عبر اتفاقية سابقة تتلخص في تعاون يجمعها بشركاء أمريكيين لتصنيع مقاعد لطائرات الشركتين الغنيتين عن التعريف بوينك وإيرباس طموح منقطع نظير من البديهي لكل مستثمر أن التخطيط لتطوير المشروع أمر مفروغ منه لذلك كان من المنطقي أن يعلن فؤاد كامل في أواخر السنة المنقضية نيته الواضحة في التوجه نحو تصنيع الدرون بالتوازي مع عمليات توسعة الشركة المخطط لها من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية حتى يبلغ العدد السنوي للطائرات المصنعة 100 طائرة بحلول سنة 2026 ما سيتطلب رفع عدد العاملين لمائة وأربعين عاملا من خيرة المهندسين والتقنيين التونسيين خصوصا وأن التوأم كامل يتوجه لاستكمال مشروع صناعة الطائرات البرمائية المتميزة باتساعها لأربعة ركاب وقدرتها على التحليق فوق ارتفاع 3700 متر وعلى مدار مسافة قدرها 1600 كم بسرعة أقصاها 240 كم في الساعة بالطبع هذا ما قد يكون التصور القادم لشركة آفيونافا في حين أن حاضرها لا يقل شأن البتة عن مستقبلها بخاصة بعد تمكن تاقم الشركة من تركيب وتصنيع أول طائرة هليكوبتر في تونس بل حتى وبيعها مؤخرا ب120 ألف دولار لبلد أفريقي لم يقع الكشف عن هويته بعد إلا أن المعلومة لنا أن تموح فؤاد وفريد كامل يصل لحد فرض السيطرة على أفريقيا فهل ستنجح تونس مستقبلا في أن تكون الرقم واحد إفريقيا في صناعة الطائرات؟ وماذا تتوقع للأخوين كامل في علاقة مع شركتهم التونسية آفيونافا؟